اشتركوا في القناة وطبعا العين بتشوف انواع كتير قوي من المشاكل سواء بشرة فيها تصبغات او اثار حبوب او شيخوخة مبكرة مثلا في سن صغير يبتدي العقل بقى يسأل ليه الشخص ده مش مهتم ببشرته هي ليه سايبة كده بشرتها عاملة كده طب ما تحط كريم طب ما تعالج بشرتها ولان صاحب البشرة المتضررة ده بيبقى هو برضو مظلوم يعني مش عارف يعمل ايه وايه سبب مشاكل بشرته فساعات بيكون ثقتها في نفسها بتقل شوية بيقللوا الحوار مع الاشخاص تلاقيهم دايما مخبيين وشهم حطين ميكوب كتير قوي علشان يداروا عيوب البشرة ما بيكونوش عارفين الانسب ليهم معظم الوقت في ايه هو المنتج المناسب لنوع بشرته ايه هي الحاجة المفروض او الروتين اليومي اللي انا المفروض ان انا استخدمه علشان تبقى ثقتي في نفسي اكتر من كده واقلل عيوب بشرته اكتر من كده شوية طيب النهاردة خاصصنا فقرتنا للحوار عن البشرة ومشاكلها وازاي نقدر نحلها ومش بس كده ايه هو الروتين اليومي اللي احنا هنقدر ان احنا نتبعه لحل مشاكل البشرة وكمان هنعرف انواع البشرة برضو لانه انواع البشرة بتكون مهمة جدا ان احنا لازم نكون عارفينها علشان نقدر نتبع الروتين اليومي او المنتج المناسب لنوع بشرتنا كل ده اكيد زي ما انتوا عارفين ومتعودين مننا دفتنا النهاردة دكتور دينا ابو السعود اللي بنورانا دايما في استوديو طبيب البلد هتكلمنا عن مشاكل البشرة وازاي نقدر نعالجها وازاي نقدر نحلها وحتى لو بشرتنا ما فيهاش مشاكل ازاي نقدر ان احنا نخلي بشرتنا ما يظهرش فيها مشاكل مع التقدم في العمر ومع العوامل الخارجية اللي بتسبب ضرر كبير في البشرة برا حبيك يا دكتور معين نورانا كالعيد بنورك بنورك يا معين دكتور دينا طبعا انت عارفة اكتر حاجة بتزعج السيدات البشرة والشعر طبعا البشرة والشعر مش حلوين خلاص احنا كده ثقاتنا في نفسنا للأسف بتقل البشرة لما تبقى حلوة ونظرة وفيها حيوية وتعارفة اللي هو ساعات بنصحة من النوم كده مش فاهمين ليه بشرتنا موردة كده طبعا وحلوة وجميلة وساعات بنصحة نلاقي نفسنا لا انا من النهاردة مش خارجة انا قفلة من النهاردة لانه بشرتي حاسة ان فيها حاجة غلط طالع فيها حبوب متضررة من حاجة معينة من الشمس مثلا اي امكان ايه الاسباب خلينا نتكلم يا دكتور عن ازاي اقدر احافظ على بشرتي ناظرة ازاي اقدر استغنى عن المنتجات او مستحضرات التجميل الكتير اللي بتطور بشرتي اكتر ما بتفضع طبعا يا مي زي ما انت قلتي مهمة قوي ان انا افضل محافظة على الناظرة بشرتي عايز اصحب منهم كل يوم لا ايوش مورد وستات كتير طبعا لو عندها مشكلة من مشاكل علامات التقدم في السن سواء هلات سودة سواء تجعيد عدم ناظرة بتلاقيها بتخش في مود ديبراشن او مود مكتئبة مكسل انزل ما بتبقاش ستة منتجة في المجتمع وبنتهرب من اي خروجة ايوة ده فعلا ومهم قوي ان الوش هو مرئاتي للمجتمع وهو اللي بيبرس شخصيتي وهو اللي بيبرس جمالي وبيبرس ثقتي في نفسي صحيح كلنا هنمر يعني بعمار مختلفة طبعا العمر الصغير بيبقى الوش مليان الكولوجين ومليان فيتامينز وكل ما بتكبر الحاجات دي بتنقص طبعا انا عايزة اكبر في السن واحارب قصة نقص في الكولوجين نقص في المنرالز نقص في الامينو أسدز اللي هي الاحماد الامنية والمعادن والفيتامينات ازاي الحقيقة فيه كريم نزل في السوق التجميلي في مصر قصر الدنيا اسمه كريم بينكي من اهم الكريمات اللي موجودة حاليا وانا ما بستخدمش غيره كريم بينكي بيدي اي ست ثقاف نفسها بيخليها بعد فترة لو هي زي ما انتي بتقولي بتحط الميكب عشان تداري هالات سودا تداري فاين لاينز عند العين تواحد لون بشرتها لا انتي بتستخدمي الكريم بيعالج المشكلة دي فمش هتحتاجي بعد فترة انك كنت تحطي الفول ميكب بشوف بنات كتير في الجامعة حطها فول ميكب انا جامعة يعني اللي ام شعري واروح المحاضرة بتاعتي لكن بنات كتير عندها مشاكل في السن ده فبتضطر تحط ميكب بتلاقي بنات على البحر اكيد يا مي زي بتلاقي يعني حطها الفول ميكب برضه بالداري الميكب مع الشمس الكتير مش حلو اصلا الميكب الكتير وتغيير البرندات في الميكب بيأثر جدا على البشرة في ستات بتحب تحط الميكب كيعني بيحبه هوين للميكياج يعني بس مش لازم نبقى مجبرين بالزبط فبقول هو لا يتعرض مع الميكب دي حاجة مهمة ان انا ممكن استخدمه وبعدين احط الميكب بتاعي عشان اعمل طبقة عزلة ان الميكب يخش في البورز او يخش في المسامات ويخش لطبقات الجلد العميقة ويتراقم يتراقم لغاية ما يطلع لي حبوب فلا يتعرض خلص اقدر استخدمه فانا بقول بكريم بينكي هنقدر طبعا هو كريم انا بقول من اهم الكريمات الموجودة دلوقتي في مصر لانه كريم تغزية وترتيب وتفتيح حلو وعلاجه على ما تتقدم في السن فانا اقدر استغن عن كريمات كتيرة جدا كنت باستخدمها كل يوم طيب دكتور دي الناس نوعين يعني لما بيجوا يشتروا منتج او عايزين حاجة نستخدموها على بشيتهم فيه ناس تخش والنبي يقول لي إيه اللي حلو ده حلو آه طب تمام هاته وفيه ناس تانية تقول لك إيه لا تطلع النظارة بقى من الشنطة وتبص وتبص كده بقى إيه تشوف لك المكونات إيه مكونات وإيه آه ده فيه كذا ده فيه كذا ده فيه كذا ده فيه كذا وبعد ما تخلصت ومسألة الدكتور ده بيعمل إيه طب هو فيه فيتامين إيه طب وكذا وتسأل كتير وتحب تسأل من النوع ده بقى طبعا عايزين نعرف مكونات كريم بينكي يا دكتور والمكونات حتى يعني مش بس عايزين نعرف عايزين نعرف كل واحد بيعمل إيه بالزبط علشان يدينا بقى الرونك والجمال ده للبشر المكونات كريم بينكي كلها مكونات طبيعية وأمنة 100% ما فيهاش أي أو عطور أو أي مواد تلهاب البشرة وطبعا كريم بينكي مرخص مزارة الصحة المصرية من أهم المكونات اللي موجودة داخل كريم بينكي ببتدي بمستخلص التوت البري كله مدادات أكسدة لأنه أنا معتقدنه في السن وعوامل البيئية السلبية والعوامل اللي احنا بنعملها بتأكسد البشرة فلازم أستخدم كريم أنتي إيج أو أنتي أكسيدنت فأورادي مستخلص التوت البري أنتي أكسيدنت طيب بيعمل إيه كمان غير إنه هو مدادات الأكسدة هو الأمثل لتفتيح البشرة وعلاج التصبغات والبقع النتج عن الشمس البقع البشرة نتج عن حاجات كتيرة شمس أكسدة تدخين سكريات بتتكل عمال على بطال أحياناً لما يبقى نسبة الحديد في الدم أزيد معاً اللازم بتبقع فأنت عندك حاجات كتير بتبقع البشرة طب أنا عايزة ألاقي بشريتي لونها موحد بيستخدام كريم بينكي لأنه قريدي فيه مادة التوت البري وهذه المادة كمان بتقدر تشتغل على الميلانين فبتعملي التوت البري غني جداً 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 بفيتامين سي وكذا مرة وكل مرة أبا معاك يا مي أتكلم عن أهمية فيتامين سي فيتامين سي هو اللي بنشط لي الدورة دموية من جديد هو اللي بيديني النظارة الحلوة قوي طيب التوت البري بيعمل إيه كمان؟ من أهم المواد اللي تقدر تحفزلي على إنتاج الكولوجين الطبيعي أنا عالطول بقول مهم أننا نستخدم كريم يحفزلي على إنتاج الكولوجين بتاع ربنا الطبيعي من طبقات الجلد السفلية أوكي فالتوت البري بيعمل ده عندي طبعاً مستخلص عرق السوس دمان بعد تفتيح بقدر يفتح ويعالج التصبغات عندي زبتة الشيئة وزبتة الكاكاو مهمين جداً هذه المادتين ومن أهم المواد الطبيعية داخل كريم بينكي لأن المادتين دول بيعملوا لي ترتيب مهمة قوي أن أنا طول الوقت وطول حياتي أستخدم كريم بيعمل لي ترتيب فإيه المواد اللي تقدر تعمل ترتيب؟ أنا عندي زبتة الشيئة وزبتة الكاكاو عندي طبعاً مادة الشيئ الأخضر المادة اللي كلها مضادات أكسادة وعندي مادة مهمة قوي بتعمل تأشير بس بلطف يعني إيه تعمل تأشير بلطف؟ كل الستات دلوقتي يمكن لما بقعد مع أصحاب البلد أنا عايزة أعمل تأشير أنا عايزة أعمل تأشير بس مشكلة التأشير عندي يدينا أن الدكتور يقولي عودي أسبوع في البيت ما تتعرضيش للشمس ما تخشيش المطبخ ما تتعرضيش النور أنا عندي في كريم بينكي أستخدمه أولاً مش هتحسي نوشك مؤشر ثانياً ما بيعنيش أي أعراض جنبية لأن هي مادة طبيعية بتزيل الخلايا الميتة من غير أي أعراض جنبية هذه أهم المواد الفعالة الطبيعية داخل كريم بينكي أنا كده عرفت إيه المواد الموجودة داخل كريم بينكي ويمكن فيه دلوقتي سيدات كتير قوي بيسمعونا عارفين إنه لازم أبعارف إيه هي المكونات الكريم اللي أنا هستخدمه هل هي مكونات طبيعية ولا لأ هل هو مرخص من وزارة الصحة ولا لأ وكمان تكون طريق استخدامه سهلة وجميلة لو مكونات كلها طبيعية فدي حاجة طبعاً تخليني أن أنا أكمل وأواظب على استخدام المنتج المناسب لنوع بشرتي بشكرك يا دكتور نورتين وقسعتين أبو جودت معينا مرسي يا حبي كان معينا النهاردة دكتور دينة أبو السعود